محاضرتنا اليوم سنتكلم على تقسيمات المادة متاعنا ماذا درسنا ماذا فهمنا من عمليات الدراسة ما هي الموضوعات الرئيسية ما هي الطرق التي درسناها ما هي العنوين التي أخذناها ونقوم بشرح بسيط لبعض هذه العنوين عندنا أخذنا المقدمة يعني مقدمة بصفة عامة عليه عنوان محاضرة مادتنا وهي دراسات في التمويل الأسلامي يعني دراسات مواضية دراسية بما يخص في التمويل عرفنا شون يخصد به هو التمويل ولكن التمويل الإسلامي وليس التمويل التقليدي ما هو في القروف المصارف التجارية قدعنا مفهوم التمويل ومصادره في الاقتصاد الإسلامي كلمنا عن مفهوم التمويل كلمنا عن مصادر التمويل من عين تأتي المصادر من عين هي التمويل كيفية التمويل تتم في المصارف الإسلامية طريقتها ميصيغ التمويل مصادر التمويل كل هذا يكون في الاقتصاد الإسلامي ما هي التمويل ما خذينا بعدين مفهوم المال قبل أن تطرق لعمليات التمويل لابد أن نتكلمه على المال مفهوم المال أنواع المال أصباب تملكه المال عملية ضرورية للتمويل عن طريق تمويل عن طريق رأس المال رأس المال هو الأساسي في عمليات المشروع لا يمكن قيام أي مشروع إلا عن طريق المال وهو رأس المال بطرق التمويل وصيغ التمويل الإسلامية التي تنبطأ عن طريق المصارف الإسلامية أو شركات التأمين التكافل الإسلامية ولكن في الاقتصاد الإسلامي وفق الشريعة الإسلامية اللي هو الكتاب والسنة بعضين خذينا مفهوم التمويل وتهلمنا عليه مفهوم التمويل وانواع التمويل في الإسلام انتبهوا لعملية الإسلام نحن في موضوع إسلامي كل جوالبنا نتكلم عن الإسلام حكم الشريعة الإسلامية من أن نأخذ حكم الشريعة الإسلامية عن طريق الكتاب والسنة ماذا قالت الكتاب الصغر القرآنية لما يخص الصنة الحديث الشريف ومواضح أنواع العوائد في التمويلات الإسلامية ما هو العوائد اللي هو الربح كيف تتحصل على العوائد من خلال التمويلات الإسلامية أنواع العوائد الطرق التي تتحصل عليها من العوائد من عمليات المشاركة المضاربة عمليات السلم بالاستناث عدة نواء نأتي أنواع نتحصل 1994 على العاية الأوردة مصادر التمويل في الاقتصاد الإسلامي بعدين خذينا البنوك المصارف الإسلامية البنوك الإسلامية كل ما يتعلق بالعمليات المصارف من هي المصار إسلامية معاملات المصارف الإسلامية من يشتغل في المصارف الإسلامية غنى الاقتصاديون والمحاسبيون والقانونيين وخصصين الشرعيين بما يتوافق مع حكم اسماء بالفتوى عن طريق الحكم بحكم الشريعة الاسلامية شركات تأمين بمصنافة بجميع التكافل التعاون التبادري جميع ما يدخل بشركات التأمين وشركات تأمين الاسلامية بجميع المصنيات الأسواق المالية الاسلامية أنواحها مصادرها أرباحها طرق استثمار أركان من هم أركان لسوق المال كيف تتم عمليات التبادل في سوق راس المال العمليات المالية من أرباح من خسائر من تسويات من تبادل في سوق الأوراق المالية في سوق النقد في سوق راس المال كل هذا تقرق المالة وتظهر من إجابة عليه وشرح حروض شرح التفصيلية في محاضراتنا وفي عناويننا السابقة على شكل محاضرات لي الطلبة من الاستماع وتجيل الملاحظات وأبدأ الرأي والفهم في دخول الامتحانات خذينا سيارة التمويل تكلمنا على بجميع انواح في المحاضرات السابقة وتم شرح وقراءاتها للطالب لكي يفهم الطالب موضوع وهذه عنوي الرئيسية والآن تطرفنا إليها على شكل عنوي للاستفادة منها في فهم محاضرات السابقة لكم للطلب وزمننا لكم التوفيق